إصدار بطاقة عدد 2 للدعب السجن ضد نوردين البحيري حيث أعلم قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس القياد بحركة النهضة ووسير العضل الأسبق نوردين البحيري بقرار ختم البحثة والإحالة على أنظار دائلة الاتهام من أجل تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والدعوة إلى العصين وغيرها من التهمة ذات السبغة الجنائية وهما وقتها عادي يحلوا في عينيهم ويتقبحوا وما خليوا ما عملوا في ذلك الوقت في بيلهم رئيس الجمهورية بش يخاف منهم أو موش بش يتحاكموا خاصة أنه القاوروحهم متحكموش على عين المكان وانتقولوا احنا تفوها لحكاية لأن حصلت في ريوسكم وقعد تتعانيو ومن المرتقب أن تصدر ضد نوردين البحيري بطاقة إداع ثانية بالسجن وسبق أن أصدر قادة التحقيق في فيفري الماضي بطاقة إداع بالسجن في حق نوردين البحيري على خلفية تدوينة فيسبوكية منسوبة إليه بمناسبة مسيرة لجبهة الخلاص بالمنية وهم ديجا ما يستحقوش ما يستحقوش معناتها تدوينة بش تثبت هذا الشيء وهم ديجا الشيء يقولوا فيه الجهار في النهار اللي يعجبوا عجبوا